منورانا الكاتبة والأستاذة مونة ردوان اللي هنتكلم معاها عن روايتها الجميلة هانيا وأزواجها التمانية أهلا بك أهلا بك أحشتينا وانتي كمان منورانا طبعا وأنا مستوقفني جدا الأستاذة هانيا اللي حضرتك كتبت عليها دي اللي قررت أو عرفت أو قدرت تتجوز 8 مرات يا مونة آه جوزت 8 مرات 8 مرات احكي لنا أولا أو قبل ما تكلم عن الأستاذة هانيا أنا هتكلم عن الأستاذة مونة احنا عندنا تغييرة من الكاشكول للمواضيع الاجتماعية أو الرجل والمرأة ده هنعتبره خلاص يعني خطة هنمشي فيه ولا لسه بتجرابي بصي هو أنا غيرت من المجموعة القصصية لرواية أوكي فكان في بعض المجموعة بعض القصص جول مجموعة القصصية كانت اجتماعية بس الرواية دي اجتماعية طبعا لا اجتماعية وقصة شريقة جدا يعني نحكي لنا بقى عن الأستاذة هانيا دي ايه حكايتها هانيا ست أنا قدر أقول شجاعة وجريقة طبعا لأنها بتعيش وسط مجتمع بيحكم قوي على الناس عموما وحيطات خصوصا وهي أقدمت على تجربة من وهي في منتصف العشرينات لحد سنة ما تمت ستين سنة جوزت في خلال خمس عقود من ثمانية رجال مختلفين عن بعض تماما مهمهاش الاطار الاجتماعي والناس هتبص عليها ازاي وهت هتحكم عليها ازاي مهمهاش الاطار الاجتماعي اشتركوا في القناة